السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بعد عدة اشهر من الاغلاق وعيد فتح الحدود الجوية والبحريات الجزائريات جزئيا على التوالي في الاول من يونيو ونهاية اكتوبر 2021 في الايام الاخيرة تضاعفت بوادر فتح المزيد من الرحلات الجوية والاستيناف الكامل للمعابر البحرية مما اثار الكثير من الامل لدى الجالية الجزائريات بالخارج مع اقتراب الصيف اعلن نائب الهجرة الحلوهاب اليعقبي الثلاثاء الثانية عشر من ابريل على صفحته على فيسبوك ان رئيس التنفيذي لعبارات الجزائر اكد رخبة الشركة الوطنيات في استيناف وطيرة ما قبل الوباء وعدة الشركة الوطنيات للملاح برنامجها الصيفي وتنتظر فقط الضوء الاخضر من السلطات ونتجة لذلك اكد النائب ان المناقشة مع وزير النقل حول استيناف البرنامج الصيفي قبل كوفيد تسعة عشر ستبدأ قريبا الحدود البحريات رد وزير النقل وردا على سؤال الخميس من قبل النواب لا يبدو ان وزير النقل عبدالله المنجي يميل بشدة الى الاستجابة لطلب نواب الهجرة والمحا الى ان الوقت غير مناسب لاعادة فتح الحدود الجزائريات بشكل كامل قال الوزير اعتقد اننا جميع المتفقون على ان جائحة كوفيد تسعة عشر لم ينتهي بعد على الرخم من الانحدار الواضح لفيروس ويضيف انه حتى لو تمكن من السيطرة عليه فان فيروس كورونا لا يزال موجودا ومع ذلك رسميا الجزائري تسجل تقل من عشر حالات جديدة في اليوم ومع ذلك قال وزير النقل ان وزارته ستدرس الامر وتتخذ افضل القرارات في ضوء الوضع الصحي الحالي وخلص الى الدراسة امكانية رفع بعض القيود لكن القرار بيد السلطات العليا